أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف الحدي عشر في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال الأسبوع العشر كونوا معي وكما يظهر أمامكم عندما نقول تعريف بشاعر فلابد أن الناس سيكون شعر قصيدة أبيات هذا هو الشعر خليل مطران الشعر اللبناني تنقل بين بيروت وأنقرة وباريس استقر في مصر كان يلقب بشاعر القطرين أي مصر ولبنان هو قائد ورائد المدرسة الرومانسية في الشعر العربي المعاصر من أكثر ما يميز الشعر بالصدق الوجداني الأصالة العربية وله ديوان مطبوع يسمى ديوان الخليل هذه القصيدة كتبت في قصة حب فاشلة عام 2000 بالطبع هذه القصة أثرت على شاعرنا فمرض على ثرها فأشار عليه أصدقائه بالذهاب إلى الإسكندرية للاستشفاء العلاج من مرضه النفسي والجسدي حيث هناك هواء البحر وسحر الطبيعة لكنه لم يجد ما كان يرجوه فقد تضاعف ألم الفراق لحبيبته التي تركها في القاهرة وألم به المرض وخرج ذات يوم قبيل الغروب وقف بشاطئ البحر حتى حلول المساء ورأى كيف فضل الليل وكيف جاء الليل ليقضي على حياة النهار فتخيل أن هذا الحب سوف يقضي على حياته كما قضى الليل على النهار فانفعل بهذا الموقف وكتب هذه القصيدة دعونا نرى ما هي أبيات هذه القصيدة داء ألم فخلت فيه شفائي من صبوتي فتضاعفت برحائي يا للطعيفين استبدى بي وما في الظلم مثل تحكم الطعفاء قلب أذابته الصبابة والجوا وغلالة رثت من الأدواء والروح بينهما نسيم تنهد في حالي التصويب والصعداء والعقل كالمصباح يخشى نوره كدري ويضعفه نضوب دمائي هذا الذي أبقيته يا منيتي من أطلعي وحشاشتي وذكائي إني أقمت على التعلة بالمنا في الغربة قالوا تكون دوائي إن يشفي هذا الجسم طيب هوائها أيلطف النيران طيب هوائي أو يمسك الحوباء حصن مقامها هل مسكة في البعد للحوباء عبث طوافي في البلاد وعلة في علة منفاية لاستشفاء شاك إلى البحر اضطراب خواطري فيجيبني برياحه الهوجائي ثاو على صخر أصم وليت لي قلبا كهذه الصخرة الصماء يا للغروب وما به من عبرة للمستهام وعبرة للراء ولقد ذكرتك والنهار مودع والقلب بين مهابة ورجائي وكأنني آنست يومي زائلا فرأيت في المرآة كيف مسائي هذه هي الأبيات التي ستكون معنا في الحصة حصة الأسبوع العشر أتمنى أن أكون قد وفقت أعزائي الطلاب فيما قدمته لكم طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة